اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بن كعب الصحابي الجليل اللي هو كان واحد من الأربعة الذين أمر النبي وأصحابه أن يأخذوا الكرآن منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم قال خذوا الكرآن من أربعة كم من ضمنهم أبي بن كعب أبي بن كعب كان ديمه فجأة عجيبة جدا وأنا أعتبرها من الكرمات العظيمة أو اللي حدثت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخيل حضرتك حط نفسك مكانه وحضرتك حط نفسك مكانه تخيل حضرتك لو أني فجأة لقيت باب بيتك بيخبط بتفتح الباب لقيت قدامك سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم اللي وجهه مش عايز أقول زي الأمر بل أحلى وأبهى وأجمل من القمر صلى الله عليه وسلم فالنبي رحمه خبط على أبي بن كعب فأبي فتح له فتفاجئ أني اللي وقفه قدامه أنه هو سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله هلأ أخبرتني حتى آتيك معقولة أنت اللي يتيجي لحد عندي فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبره أنه جاي في مهمة جياله بأمر من رب البرية سبحانه وتعالى لو كان النبي جياله بنفسه فدي منقبة عظيمة جدا فتخالي المنقبة الأعظم من كده أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام وقال له قول للنبي صلى الله عليه وسلم روح وخبط على أبي بن كعب وقرأ عليه سورة البينا فراح النبي عليه السلام قال له أن ربي أمرني أن أقرأ عليك الكرآن وفي رواية أمرني أن أقرأ عليك سورة البينا فسيدنا أبي طبعا من المفاجأة الكبيرة جدا وطبعا أنا عذره دلوقتي طبعا من متخير حضرتك واحد النبي جاي بيقول له ده ربنا يعني سبحانه وتعالى أمرني أن أنا أجأ أقرأ عليك صورة معينة فأبي بن كعب ضرب المسألة في دماغه فقال له يا رسول الله يعني الله سماني لك يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل لك جبريل وقال لك روح لأبي بن كعب واللي قال لك روح لأي واحد من الصحابة فأنت اخترتني أنا إكراما لي أقول أنت عايز يعني تكرمني بهذه المنقبة قال آه الله سماك لي لأ الموضوع ما كانش اجتهاد مني ده الموضوع جاي بأمري من فاطر السموات والأرض أمرني أن أنا أجأ أجأ أقرأ عليك الكرآن وأقرأ عليك صورة البينا لك أنت مخصوص وفي رواية عند أحمد قال له أبي وقد ذكرت هناك يا رسول الله منقبة ما بعدها منقبة أنا اسمي أنا يا عبدي يا فقير إلى الله سبحانه وتعالى اسمي ذكر من فوق سبع سماوات وقد ذكرت هناك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت هناك يا أبي ففرح أبي ومن شدة الفرح عارف حضرتك الفرحة اللي تخلي جمعك تنزل على خدك من شدة الفرحة ده اللي حصل مع أبي فأبي ابن كعب نزل الدموع على خده كان فيه مجموعة من الصحابة عنده فبيقول له وهل فرحت بذلك يا أبي قال وما الذي يمنعني أن أفرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الحقيقة أنا عايز أقول إن إحنا محتاجين نفرح بحاجات كتير قوي في نعم كتير جدا يا جماعة والله العظيم ممكن ما نكونش حسين بيها وهي نعم يعني ما فيش إنسان في الدنيا دي كلها يعني يتخيل إن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول عليه ببث هذه النعمة شوف المولى عز جل حينما يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ولو قال نعمي لصدق سبحانه وتعالى فنعم المولى عز جل لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان نظره ومكفر فالمولى عز جل بيقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هي دي النعمة لأن من نعمة الإسلام بتنبفق كل النعم من خلال الإسلام اتعلمنا كيف نتعامل مع الحاكم وكيف نتعامل مع المحكوم كيف نتعامل مع الزوجة مع الأم مع الأب مع اليتيم مع الفقير مع المسكين مع الصديق مع الصاحب مع كذا نتعامل إزاي مع الكون دا كله إزاي إن إحنا نتعايش مع آيات المولى عز جل نتعايش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إزاي إن إحنا نعرف طريق الجنة وطريق النار وإزاي نحن ناسنا في طريق الجنة وإزاي نحن في النهاية ربنا يكرمنا ونفوز بجنة عرضها السماوات والأرض عرفنا كل ده من خلال الإسلام الإسلام اللي بيشمل نبعين الصافيين اللي هم النبعين الصافيين الكتاب والسنة اللي النبي قال عنهم صلى الله عليه وسلم طرقت فيكم ما إن تمسقتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لم يتفرق حتى يرد علي الحوض حاجة جميلة قوين أنت تفرح بنعمة الإيمان الله أكبر يعني يمنون عليك أنا أسلمه لا ده بل الله يمنوا عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين تمتمنوا على إيه ده ربنا هو اللي يمنوا عليكم سبحانه وتعالى يمنوا عليكم أن هو اللي هداكم للإيمان ربنا سبحانه وتعالى اللي رزقكم نعمة الإسلام النهاردة في الأرض ستة مليار ونص من البشرية منهم مليار ونص مسلم وخمسة مليار يكفرون بالله سبحانه وتعالى من اللي اصطفق واخترك شان تكون مسلم وموحد من اللي اخترك شان تكون من أمة النبي محمد من اللي اختارك عشان تكون من أهل السنة والجماعة من اللي اختارك عشان تصلي وتصوم وتقوم ليلة القادرة من اللي اختارك عشان تكون من الخاشئين والبكئين من اللي اختارك عشان تقرأ الكرآن وعشان تتعايش مع كل آية ومن اللي اختارك عشان تعمل الخير وتكفل اليتامة ومين 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 كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا هو اللي من علينا بكل النعم التي لا تعد ولا تحصى ولولا إن ربنا رزقانا نعمة الهداية اللهم لو لا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا الله أكبر فأنزلنا سكينة علينا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بينشد الأبيات ديته وبيحفر الخندق اللهم لو لا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا اوعى تفتكر أن أنت بتصلي بمزاجك كده ويعني وجد عنتك أو أن أنت قلبك اهتدى للإمام بمزاجك المولى عز وجل هو اللي هداك وهو اللي أكرمك وهو اللي أعانك اه في صدق من قلبك فربنا أكرمك من تقرب مني شبرا تقربتوني ذراعا إلى آخر الحديث لكن في النهاية الهداية بيد المولى عز وجل إنك لا تهدي من أحببته لكن الله يهدي من يشاء وقلنا قبل كده أن في نوعين من الهداية في نوع من الهداية يملكها الأنبياء والعلماء والدعاء وفي نوع من الهداية لا يملكها إلا رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى وهو ده التوفيق بين قول المولى عز وجل حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى الصلاة المستقيم أي هداية الإرشاد والدلالة الدلالة والإرشاد إن النبي بيدلنا على طريق الجنة وبيرشدنا لطريق الجنة دي الهداية التي كان يملكها النبي وليس النبي فحسب بل وورثت الأنبياء ألا وإن العلماء ورثت الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دنارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر إذن هداية الدلالة والإرشاد يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وورثث النبي صلى الله عليه وسلم أما هداية التوفيق والقبول والإثابة فلا يملكها إلا الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو قول المولى عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فكون إن ربنا سبحانه وتعالى من علينا بنعمة الهداية لنعمة الوحدة تستحق إلى أن أنت تسجد لله شكرا سبحانه وتعالى واحد مرة راح يشتكل أحد العلماء فبيقول له أنا فقير جدا ومش لآكل ومش عارب إيه ووا وعمال بيشتكله بقى الفقر والفاقة والضمك والضيق والشدة فقال له إيه رأيك أنا سامعت إن أنت حافظ الكرآن كله قال له الحمد لله قال له طب إيه رأيك تيجي ناخد من صدرك صورة البقرة ونديك مئة ألف دينار قال له لا طبعا ولا حتى مئتين ألف دينار ولا ألف ألف دينار قال له طب ناخد صورة العمران ونعطيك كذا قال له لا قال له طب صورة النساء قال له سبحان الله تملك كل هذا الثراء وتشتكل فقر معناها عايز أقول له أنت معك خير كبير قوي ربنا أكرمك وجعل في جوفك وفي قلبك الكرآن وما أحرك جسد كان به الكرآن أبدا لا يمكن مستحيل أن المولى عز جل يعزب جسدا به الكرآن إذا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى أنه كما تعلمون الكرآن حجة لك أو عليك لو كان الكرآن في قلب إنسان والإنسان الذي يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى وبيعمل بالكرآن ويمتثل بأحكام الكرآن وإلى غير ذلك فهذا الإنسان لا يمكن أن يتعرض إلى النار ولو حتى تعرض للنار من باب فقط العقوبة على بعض المعاصي فنهيته لابد أن تكون إلى الجنة وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد موحد أبدا في النار أبدا ربنا يرجع إجعلنا وإياكم في زمرت سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم أما لو كان يبتغي بهذا الكرآن غير وجه الله سبحانه وتعالى كأن يرأي أو ينافق أو يتأكل به أو يجعله التجارة فأنتم تعلمون الحديث الذي روال بخاري المسلم واللفز المسلم أول من تصعر به النار يوم القيامة الثلاثة من دونهم قارئ الكرآن فإذا فنعمة كبيرة قوي أن ربنا يهديك للإيمان نعمة كبيرة أن ربنا خلقك مسلما ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأنا أرسلت أحمد لنبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة يعني وقت البرنامج لا يسمح أن أنا أفسر الآية دي كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح فضل الله الإسلام ورحمته الكرآن وفي تفسير هو النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فالنبي قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال جل وعلا عنه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أول حاجة افرح بنعمة الإيمان والإسلام افرح إن ربنا هداك لنعمة الإسلام لأن يوم الإيمة لم يقبل إلا هذا الدين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاصرين إن الدين عند الله الإسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدنا يوسف بعدما ربنا سبحانه وتعالى يسر له الخروج من السجن وجعله عزيز مصر وماشاء الله وبقى ماشاء الله ملك متوج وأهل جونه بالفلسطين وعاشوا معاه والدنيا بقت جميلة جدا بعد ما وصل لكل أمنيات عمره قال الكلمات الجميلة اللي ربنا سطرها في الكرآن قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة طب إيه المقدمة الجميلة دي كلها عايز إيه سيدني يوسف قال توفني مسلما شوف التواضع وقال حقني بالصالحين الله كل ما الإنسان يعلى كل ما يعلى في الإيمان كل ما يعلى في العلم كل ما يعلى في المال كل ما يعلى في المنصب مفيش أجمل من أنه يتواضع والعلماء مثلوا المثل دوت بسنبولة الأمح عارف حضرتك السنبولة اللي بيقى فيها حبات الأمح السنبولة دي لما تكون فضية ما فيهش ولا أمح يعني سنبولة على الفاضي كده ولا ليها لازم أصلا شغل لما كان في الأرض وبس كده السنبولة دي بتبقى كده شامخة وقفة وخد بالك ليه فضية ما فيهش حاجة زي دايما تلاقي العالم المتواضع عالم والمتكبر فاضي وخد بالك دي علامة جبيلة قوي قوي فوقلك السنبولة الأمح لما بيكون فضية عاملة كده شامخة ولما تكون مليانة وفيها خير كبير قوي البشر سينتفع بها بتكون عاملة كده ميلة من التقل اللي فيها ميلة على الأرض متواضعة يا سلام نعمة جميلة قوي شفت سيدني يوسف بيليه سيدني يوسف يعني نبي من الأنبياء الكرام من صفة خلق الله من عباد الله المخلصين ربنا اللي قال عنه كده انه من عبادنا المخلصين ورغم ذلك بيقول ايه توفني توفني مسلما ما بيقولش يا رب بقى أنا نبي من الأنبياء ولا بد أن أكون في الجنة فريستكلاس وخد بالك ما بيقولش أكون في أعلى درجات الجنة شوف التواضع بيقول توفني مسلما والحقني الحقني كأن الصالحين قدامه وخليني وراهم الله عطا وضع الله عطا وضع وعلى جمال التواضع لأن النبي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ربنا يا رب يا رب اصرف عنا وعنكم الكبر لأن النبي لم وضح صورة المتكبر يوم القيامة الله يعافوني وعافيكم يا رب قال يحشر المتكبرون يوم القيامة على صور الظر خد بالك الظر ده اللي هو النمل الصغير أو اللي انت حقيقي يمكن تكاد ما بتشوفوش خد بالك يمكن نملة منهم تلسعك توقع تبص في ايديك والله تدور في ايه اللي بيلسعنا ده فين وفين لو النظرك ضعيف مش هتشوفها لو النظرك كويس هتشوفها هو ده الظر هيبقى في شكل الرجل لكن في حجم النمل يوح متكبرون يوم القيامة على صور الرجال في أحجام الظر يوم القيامة خد بالك بقى من اللفظ يطأهم الناس بأقدامهم الناس يدوس عليهم برجليهم زي ما هم كانوا في الدنيا بيدوس على الناس برجليهم لكن تباشي عرف انا مين انت مش عارف انا ابني انت عارف انت بتكلم مين انت مش عارف اخبالك ولا ايه انت اوقف كويس واش عارف انا من ازاي الكلام اللي يقوله ده اخبالك انت مش عارف انت قدام مين انت مش عارف انا ابني مين قبالك الكبر ربنا يعافينا عافيك يا رب العالمين ربنا يا رب يعني يعلينا ويوطي أنفسنا فعلا زي ما أبائنا الطيبين اللي كانوا بيدعوا أمهاتنا ربنا يا رب يحفظهم ويبارف فيهم فبيقول لك يطاقهم الناس بأقدامهم وبعدين شوف بقى تكملة الحديث بيقول يغشاهم الظل من كل مكان مزلولين من كل مكان وبعدين يسقون من رضغة الخبال قالوا يا رسول الله وما رضغته الخبال قال عصارة أهل النار لما أهل النار يخشوا النار ويتشووا بينزل منهم ربنا عافينا عافيك أصارة الأصارة دي هي السقاية بتاعة المتكبرين لما يعوز يشرب يشرب الخلاصة بتاعة الأصارة اللي نزلة من المحروقين في النار مين في الدنيا بعد النهاردة يتكبر مين في الدنيا بعد النهاردة يشمخ كده ويحس بنفسه ويقول لك أنا وش أنا وش اف ايه خبالك من حاجة كل ما هتتواضع على ربنا ربنا هيرفع قدرك لأنه ربنا نقال كده من تواضع عليه هكذا رفعته هكذا تأكد انك يوم ما تتكبر وتحس جواك بالكبر وان انت بقيت حاجة وخبالك وانك انت تحس ان انت بقيت يعني بيشار إليك بالبنان صدقني والله العظيم دي بداية الضياعة هتبقى مذموم عند الخلق ومذموم عند الخالق وربنا هينزع محبتك من قلوب الناس لأنه مفيش حد في الدنيا بيحب المتكبر عايز اقول لك حاجة وان كانت الفطر المنتكسة اللي احنا شايفينها في بعض الناس في زماننا ده بقيت تحب اللي يقولك ايه يقولك انا بصراحة حب الراجل الستايل الشامخ ده المتكبر ده يعجب ناوي الصنف ده دي فطر منتكسة اوعى تحكم على الانسان من خلال فطر منتكسة انما الفطر السوية والفطر السريمة تقولك ان سيد المتواضعين هو صلى الله عليه وسلم هو احب انسان الى قلوب الناس جميعا بابي هو امي صلى الله عليه وسلم ربني يا رب ارزقنا اياك ونعمة التواضع تعالوا نتعاش مع الاول لكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعض الفاصل ومع قول المولى عز وجل كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خيره مما يجمعون الله الناس اللي انشغلت بالدنيا ونسي الدينها الناس اللي ممكن تكون في رمضان دلوقتي لا واخد بالها لا من ترويح ولا من تهجد ولا من عبادة ولا اي حاجة وبقضية حياتها كلها على الاهاوي والصهارات الرمضانية والمسلسلات والافلام كمية المسلسلات والبرامج اللي اتعملت في رمضان متكلفة مليار ونص اتخالوا المليار ونص دولت لو اتحطوا في ميزانية مصر للناس اللي عايشين في العشوائيات كل واحد في العشوائيات دولت انا في اعتقادي ان تلات تلاف جنيه هغيروا حياته يتجاب له الشقة كده يتدفع مقدم الف جنيه ايجار جديد وكل شهر خمسمة جنيه ويتحط في ايده الفين جنيه يعمل بهم اي مشروع بسيط يجيب شوية بضايع هيكل يعيش هو وزوجته واولاده وهيقول الحمد لله رب العالمين فرجت وخلصت من الهم اللي انا فيه وتلعاش في شقة والطين وصالة وحمام ومبخ وبلكونة يشم شوية هوا انضاف ويشرب شوية ماء انضاف ويدعي للناس كلها المليار ونص دولت اقسم بالله كان يحلوا مشكلة كل العشوائيات الموجودة في مصر عشان بس شوية افلام ومسلسلات ولا برامج وسمحون يعني ان انت عارفين ان عمر في حياتي مدعيت على فنان ولا اي حد بقول يا رب هديهم يا رب وبنتمنى ان ربنا اشرح حلوبهم للهداية عمرنا مدعينا على حد ولا اغلصنا على حد بس كنا واحد بيتمنى ان الاموال دي تنفق في حاجة يعني في عز الاكتصاد المهلهل اللي احنا فيه ده كتنفق على الناس اللي ماتت من الجوع في عز رمضان اعرف ناس في عز رمضان كب تفطر على خبز وجبنة او خبز وفول في عز رمضان هو صايم متعبان وشأيان طول النهار وشغال في الشيل والحط ربنا فنعمة الايمان نعمة عظيمة قوي شوف نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انا عايز حضرتك تتخيل والله العظيم بجد تخيلها كده تخيل الدنيا من غير النبي تبقى عاملة ازاي صلى الله عليه وسلم تخيل والله العظيم ما في حد نظفنا بقولها والله واقصدها ما في حد نظفنا ولا رقانا ولا خلانا بني ادمين الا الكرآن والسنة الا وجود النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو اللي عرفنا ازاي نكون بني ادمين لو بتبحث عن الزوقيات والاتيكيت اول من علمنا الزوقيات هو النبي صلى الله عليه وسلم لو بتبحث عن المعاملات والاخلاقيات والسلوكيات والانسان يكون انسان ما علمنا هذا الا سيد ولد ادم اللي ربنا وصفه وقال له وانك لعلى خلق عظيم انا تخيلت مرة حياة من غير النبي تبقى سواد والله العظيم سواد والله ما يبقى فيه انسان على وجه الارض في قلبه ظرة رحمة ان لم يذكر الكرآن وكلام الكرآن وان لم يذكر كلام سيد الانام صلى الله عليه وسلم وكلامه وافعاله وتصرفاته وسرته وحياته وعلاقاته وسلوكياته واخلاقياته اقسم بالله ما كنا نبقى بناء ادمين صدقوني وعايزين تعرفوا الفرق بين ان احنا نعيش في حياة ليس فيها النبي اقول لهم هو النبي مش موجود درد اقول لك سنته موجود الحمد لله صلى الله عليه وسلم عايز اقول لك حاجة انا تخيلت كده لو عايز تعرف الفرق بص لحياة الناس قبل بعثة النبي وبص لحياتنا حياة المسلمين بعد بعثة النبي شوف قبل بعثة النبي على السلام شوفت اللي كانوا بيعودوا اصنام وكانوا بينحطوها ويبيعوها وكانت اصحاب الريات الحمر وكانت الزنا والفواحش واللواط والوقد والسلب والنهب وكل ما يخطر على بالك كان موجود فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفس الاشخاص ونفس الناس اللي كان بتعمل كل البلاء ده كله واذا بهم خاشعين عابدين بكائين مجاهدين في سبيل الله منفقين متصدقين مش ممكن فعلا حول رعاة من الغنم إلى سادة للأجيال والشعوب والأمم صلى الله عليه وسلم ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أنصاغ من فكرة الإسلام شخوصا ثم حول إيمانهم بالإسلام عملا ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب فترقهم يتعاملون فيعطون ويأخذون فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم كرآن وسنة خلانا بني أدمين فشوف من رحمة ربنا بنا بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم ولهو عدا أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله ما يكفيني سنين يعني في كتاب عامله اسمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 700 وشوية صفحة والله العظيم مش قادروا لحضرتك أنا عدت بس فقط أوصف بعض الأشياء التي عاشاها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها تلسلوكيات لمعاملاته لأخلاقاته عند الحروب وأثناء الحروب وبعد الحروب ومعاملاته مع الأسر إلى كل ما يخطر على بالك قلت مش ممكن كيف يكون حال الكون من غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله ما نعرف قدر النبي عليه وسلم أبدا ولن نعرف قدر النبي عليه وسلم على حقيقته إلا يوم القيامة لما ربنا عرفنا قدره لأنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العليه صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله يعني احنا بنحب النبي على السلام وعارفين قدره لكن قدره الحقيقي هنعرف يوم القيامة هنعرف مين هو النبي احنا لو نعرف قدر النبي بجد لا يمكن تلاقي واحد بيققه ام وابوه لان النبي قالك اوعى توقق امك وابوك فكون ان انا بحبه لازم اسمع كلامه لا يمكن تلاقي واحدة متبرجة لا يمكن تلاقي واحد ما بيصليش لا يمكن تلاقي واحد ما بيقرأش في القرآن ولا يقرأش في سنة النبي على السلام لو بنحب ربنا وبنحب النبع السلام لا يمكن هتلاقي غلطة على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى النبي رحمة رحمة للعالمين والمولى عز وجل يقول بالمؤمنين رؤوف الرحيم كل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحه افرح بالقرآن افرح إن ربنا رزقت بكتاب الحرف الواحد فيه بعشر حسنات وإلى أضعاف كثيرة الكرآن اللي هتجي يوم الإيامة يقال لك اقرأ وارتق ورطل كما كنت ترطل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها ولو لم يكن في القرآن الثواب ولا حسنات فيك في إنه منهك حياة يكفر لك السعادة في الدنيا والآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبران في الكبير يساعدا صحيح أبشروا أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم ليه طرفين طرف بيد الله وطرف بأيديكم قال فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا هتحتاج يوم الإيامة للي يشفع لك القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار افرح بالقرآن عيش مع القرآن الإمام الشافعية في شهر رمضان كان بيختم القرآن ستين مرة مرة بليل ومرة بنهار وهذا أثر صحيح كالشمس اختمسي إن شاء الله حتى ثلاث مرات خمس مرات اللي ربنا يقدرك عليه القرآن منهج حياة بس مش مجرد قراءة فقط كده أماني لا عايزين قراءة بتضبر عيش مع كل آية حتى لو ما ختمتش إلا ختمة واحدة ولكن عايش كده مع كل آية مع كل حرف أنا أرجو إن أنت تنتفع به أكتر من أنت تقرأه عشرين ثلاثين مرة وأنت لا تفقى ما تقول افرح بشهر رمضان السنة فعلا بجد السنة ما تنفعش من غير رمضان حرف رمضان ده هو ميزان السنة ميزان السنة فعلا يوم الجمعة ده ميزان الأسبوع وقيام الليل التلت الأخير ده ميزان اليوم وخبالك ورمضان ده ميزان السنة فميزان السنة اللي بيوزن السنة كلها ويزبطها هو رمضان الصحابة كانوا مقسمين السنة نصين ست شهور يقولوا يا رب بلغنا رمضان وست شهور يقولوا يا رب تقبل منا رمضان فالسنة كلها مدارها على رمضان يعني رمضان ده منحة ربانية إحنا النهاردة المفروض نبكي من الفرح إن ربنا أكرمنا وعيشنا رمضان وربنا سابنا نفضل عايشين لحد ما نوصل ليلة 21 و23 و25 و27 ما شاء الله ما بقية إلا ليلة 29 بلغنا رمضان وعيشنا أجمل ليالي رمضان الليالي اللي بتمر بسرعة البر ولما بتعدي كلنا بنبقى زعلانين جدا ومدقين وحق لنا إن إحنا نحزن وحق لنا إن إحنا نجمع وإن إحنا نضايق ونحزن افرح بليلة القدر وفي ناس طبعا استشعرت إن ليلة القدر كان ليلة 25 وبعضهم قال ليلة 27 وإن كنت أنا أستشعر كنت مستشفر إنها ليلة 25 لكن يعني عايز أقول هنيئا لكم هنيئا لكم ليلة ربنا جعلها مكافأة ربانية ليلة القدر الخارج وإنبارح وأول إنبارح وأول أول تكلمنا ثلاث يام على ليلة القدر كلام الحمد لله رب أتمنى يكون كلام فعلا يعني تنتفع بيه في الحديث عن ليلة القدر ليلة مكافأة ربانية لا أقول لك بمئة سنة ولا بمئتين سنة ولا بمليار سنة والله أكثر بكثير لأنها مكافأة لم يذكر المولى عز وجل فضلها قال ليلة القدر خير من ألف شهر اذكر جنة ربنا اذكر ردوان المولى عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعون والفرحة صدقوني مش هتكتمل إلا بإن إحنا نحب الخير لبعض وإن إحنا نحب بعض وإن إحنا ما ننساش الدعاء لإخواننا من أهل سوريا نكبات كبيرة قوي ومقاسي كبيرة قوي إن شاء قدروا صفالكم كلكم أدي أكيد بتشوفوا القنوات الإخبارية لكن عايز أقول لكم حاجة والله العظيم ومن كلام من الناس من قلب سوريا وأنا إن شاء الله على موعد مع أهل سوريا إن شاء الله بعد رئيس مباشرة مسافرها أجمعهم هناك إن شاء الله شوية أقسم لكم بالله والله العظيم ما يحدث وما تسمعونه وما ترونه على أشياءات القنوات ما يجيش واحد من مية من اللي بيحصل لأهل سوريا مذابح جماعية ناس بتدفن أحياء نساء بتغتصب بنات بتغتصب أشياء لا تخطر على قلب البشر تعذيب لا يخطر على قلب البشر مش مجرد قتل بالسلاح بس اللي بيتمكنوا منه ما بيردوش يدربوا بالرصاص بياخدوا يفضلوا يعزبوا فيه وفي الآخر بيضبح بالسكين بيتباحوا الطفلة الصغيرة اللي عندها سنة و سنتين قدام أمها لما الأم بتكاد نيها تموت من رؤية هذا المنظر ولكن أن تتخيلوا طفل صغير ما لأ قلبك فرحة وسعادة وهو بيتقتل قدام عينيك تخيلوا حضراتكم ناس في عز رمضان في عز الصيام رمضان والحر الشديد ده مش لقين لقمة يكلوها يفطروا عليها مش لقين شربة مية مش لقين أي حاجة خالص بمرة ادعو لهم من قلبكم ربنا يا ربي فرد كربهم يا رب العالمين اللهم فرد كربهم يا رب العالمين اللهم احقن دماغهم يا رب العالمين اللهم انصرهم على بشار وأعواني يا رب العالمين جمعاني الله وإياكم في فردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم بحبكم في الله ونلتقي غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نقرى في الكتاب المستبي لما نقرى في الكتاب المستبي